هل يتحول أحمد ميكي لإرهاب في الاختيار 2؟ مفاجأة بشأن صوره بالضقنة مع تصارع وتيرة أحداث مسلسل الاختيار 2 بدأ الجمهور يتساءل عن حقيقة الصور التي ظهر فيها الفنان أحمد ميكي بضقن طويلة والتي قيل إنها من أحداث المسلسل وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سورا للفنان أحمد ميكي يظهر فيها بضقن طويلة وهو ما فتح التكهنات حول مصير شخصية يوسف الرفاعي خلال العمل ومع استمرار أحداث المسلسل بدأ عدد من رجال الشرطة من أصحاب التوجهات الدينية المتطرفة محاولة استمالة الضابط يوسف الرفاعي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ميكي الذي يجسد دور يوسف الرفاعي بحضور دروس دينية معهم وبالفعل استجاب لهذا الأمر وذهب معهم واستخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الأحداث للتوقع بأن الضابط يوسف الرفاعي أو أحمد ميكي سينضم إلى الجماعات التكفرية وقبل تلك التوقعات تناولت تسريبات إعلامية بأن دور أحمد ميكي هو الضابط الخائن في الجزء الثاني هو حنفي جمال وسيقوم أحمد ميكي بتكسيد دوره خاصة وأن الاثنين بينهما تشابهات متعددة من حيث والسلاح الذين يعملان فيه والمواقف التي تعرض لها قبل الرابع عشر من أغسطس والمفاجأة أن تلك الصور تعود لشهر نوفمبر من عام 2018 وليس صورة حديثة له وظهور ميكي بذقن طويلة كانت قبل تصوير أي حلقة من حلقات المسلسل إذ نشرها منذ ثلاثة أعوام عبر صفحتي الشخصية على موقع الصور الشهير انستجرام وكانت قد أثارت شخصية يوسف الرفاعي التي يجسدها الفنان أحمد ميكي في مسلسل اختيار اثنين ردود فعل كثيرة وتساؤلات عن الاسم الحقيقي ليوسف الرفاعي خاصة أنها شخصية حقيقية ولكن تم تغيير الاسماء وذلك حسب ما تم تنويه عنه في بداية عرض المسلسل إلا أنه ومنذ بدء عرض حلقات مسلسل اختيار اثنين في شهر رمضان 2021 وتصاوض الأحداث والمتابعون في بحث يومي عن معلومات أو صور تخص يوسف الرفاعي الشخصية الحقيقية التي يجسدها أحمد ميكي وأيضا شخصية الضابط زكريا يونس الذي يجسده كريم عبد العزيز اشتركوا في القناة